اشتركوا في القناة ضد الشرائح الميانية كاملة واليوم هو واحد اجراء لا دستوري اولا لان الدستوري يتحدث عن مساهمة المواطنين في قدر مداخلهم او مدخولهم اليوم هذه اجراء دي الاقتطاعة من البعض يريد المشرع من خلال اقتطاع واحد المبالغ على حجم المعاملات على رقم المعاملات ودى رقم المعاملات هل سيتم استخلاصه ام لم يتم استخلاصه الاكيد ان في هالضروف المعيشية والضروف الاقتصادية دي المغرب الأكيد أن رقم الأعمال يبقى واحد الرقم قابل للنقاش وغير قابل للتحصيل هذا هو الإشكال المطرح ثانيا أنك ستضع واحد الإجراء دون رؤية مسبقة للمهنيين ليس هناك واحد نص صنديمي الذي سيأتي من بعد يوضح طريقة الريتوسيسيون يعني سيرجع في حالة أن الحصيلات السنوية كانت أقل من الضريبة التي أديت هنا الإشكال كيف يعقل أنك تأخذ واحد ضريبة بشكل مسبق دون مراعاة للمصاريف والالتزامات الأخرى للمقاولات قبل تحصيلها لهذه المقاولات 20% شيء خيالي أضيف لها بعد التزامات الاجتماعية والمقاولات المتوسطة والفقيرة والصغيرة في طريقها إلى إفلاس من جراء هذا الإجراء بالنسبة للأطباء العامين في القطاع الخاص فنحنا تفرض سعلينا واحد دخل جوزافي ديال الربعات المرات السميق على أساس أن الدخل ديال الغالبية ديال العيادات فهو هذا والواقع كيقول أن أغلبية العيادات ما تقدرش تخلص هذه التابعات ديال الكلاس صيناء الطبيب العام في القطاع الخاص فهذا الربعات المرات الدخل لحد الأدنى للأجور من إضافة إلى ذلك فكانت ضربة جديدة اللي خرجت في القانون الماليذ 2023 اللي كتخص الاقتطاعة من المنبع يعني أننا كأطباء سننصبقوا ضربة مباشرة ولأثناء الأخذ ديال القدر للفلوس من المواطن فهذا شي ما يمكن إلا أنه يزيد انهكنا لا معنويا لا ماديا خصوصاً أنه كما كنتجوفوا الغلاء في كل شيء المواد الأساسية اللي كنخدمو بها في إطار العيادات فهي ما بقاش عندنا فين نزيدو هالضغط الضارب الهائل بخصوص إضافة إلى الغلاء اللي كينف مختلف السلاع بصيفة عامة فنحن نطالب بمرجعاته لأنه كيشكل واحد الخطر كبير على التوازنات المالية المختلفة لميهن للقطاع الخر نحن صياد إلى هذا الوقف هذه اليوم أمام البرلمان يعني تنديداً بواحد عدد ديال الأمور اللي جابيها المشروع ديال القانون المالي الجديد 2023 واللي فيه ارتفاع ديال النسبة ديال الضرائب على الشركات المتوسطة بالخصوص والصغيرة والصياد إلى هما معنيين بدرجة أولى بهذا القانون هذا وإلا بغينا نعطيه فرصة للصيادة باش يقوموا بالدول ما نطبيهم في الإنجاح ديال منظومة الصحية ككل لابد من ناحية الاقتصادية باش نراعيوا الضرف ديال هاد المؤسسات هاد المتوسطة والصغيرة كيما قلت لك أنه التخوف ديالنا أنه أصلاً يعني القانون غير واضح فيما يخص مثلاً استرجاع مجموعة من النسب يعني القانون فيه مجموعة من الحيتيات مجموعة من التفاصيل اللي هي مواضحاش اللي ربما من بعد عاد غادي توضح يعني ما كانش واحد الوضوح كما يخص هاد القاوانين كيما قلت لك هي الفلسفة فلسفة جديدة لم تكون موجودة ليه الاقتطاع من المنبع يعني الآن الاقتطاع غادي تدار في اللول ما غاديش يدار في الأخر ديال العام تخوف ديالنا كذلك أنه ما عرفناش من بعد شنا هما يعني التفاصيل اللي غادي تجيبها اللي غادي تفسر هاد القانون هالتفاصيل كيفاش غادي تكون إلى أخيره تخوف ديالنا هو كيما قلت لك عدلة ضريبية ما كيناش ما كيناش العدلة الضريبية هاد القاوانين جات كتنس بالضرورة الطبقة المتوسطة والمقاولات الصغرى والمهان الحرة وبعكس أنه كنشوفه أنه كينتخفض الشركات الكبرى مثلا في النسب المئوية ديال ديال استحقاقات الضريبية ديالها في حين أنه كنشوف ارتفاع كبير النسب المئوية اللي كتخص هاد المهان الحرة وهاد طبقة المتوسطة ترجمة نانسي قنقر